موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار نستهيل النشرة من الرباط حيث استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خاصة مانويل ألباريس الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب هي الأولى له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية باقي التفاصيل في تقريره والمستقيم تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية شكل محور لقاء بالرباط بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وخسي مانويل ألباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب هي الأولى له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة بلاغ لرئاسة الحكومة ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبالشركة الاستراتيجية الثنائية المغربية الإسبانية التي يرعاها قائداء البلدين صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وصاحب الجلال الملك فليب السادس وأشهد المسؤولان بتطابق وجهات النظر بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبالشركة المتميزة القائمة على أسس حسن الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء خاصة منذ أبريل 2022 بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز المغرب بدعوة من صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله حيث أضحت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين حاليا شراكة متعددة الأبعاد وتشمل كافة المجالات هذا وقال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خسي مانويل أل باريز الذي يقوم بزيارة للمغرب قال إن المملكة المغربية وإسبانيا الذين يقيمان أكثر العلاقات كفافة وغنى التي يمكن أن توجد في العالم تجمعهما اليوم شراكة استراتيجية ومتعددة الأبعاد العلاقات المغربية الإسبانية ترتقي إلى شراكة استراتيجية ومتعددة الأبعاد تأكيد جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني السيد خسي مانويل أل باريز بمناسبة الزيارة التي يقوم بها للمغرب على مدى يومين في أول جولة خارجية له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب وإسبانيا أضحت الآن شراكة متعددة الأبعاد لأنها تشمل جميع المجالات وذلك بفضل خريطة الطريق التي تم اعتمادها في أبريل 2022 بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس هي شراكة تتجسد قبل كل شيء في الثقة التي نضعها في بعضنا البعض كشركين استراتيجيين تربطهما علاقة سياسية رفيعة المستوى وروابط إنسانية يتم نسجها أكثر فأكثر السيد الباريس أوضح خلال هذا اللقاء أن المغرب يشكل الأولوية الأولى لسياسة الخارجية الإسبانية بفضل شراكة المتميزة والمربحة لكي للجانبين وفيما يتعلق بتعاون الأمن والقضاء بين الرباط ومدريدة اعتبر السيد الباريس أن هذا التعاون يشكل نموذجاً يحتدى به في العالم بأسره التعاون المغربي الإسباني فيما يتعلق بمكافحة المافيات الناشطة في الاتجار بالبشر والإرهاب يشكل نموذجاً يحتدى بالنسبة للبلدان الأخرى وهو ما عززته أيضاً خارطة الطريق الجديدة هذا وسجل رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن الروابط الإنسانية القائمة بين البلدين تعززت هي الأخرى مشيراً في هذا الصدد إلى أن أزيد من مليون مغربي يعيشون في اندماج تام بالبلاد ويساهمون في ازدهار إسبانيا على سعيد آخر أكد رئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي برباط أنه لا يوجد سوى حل واحد ذي مصداقية للنزاع حول الصحراء وهو الحل الذي تقدم به المغرب جاء ذلك خلال حفل خصصة لتقديم الكتاب الأخير لنيكولاس ساركوزي الصادر تحت عنوان زمن المعارك نتابع الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي أكد أنه لا يوجد سوى حل واحد ذي مصداقية للنزاع حول الصحراء وهو الحل الذي تقدم به المغرب وذلك في أعقاب تقديم كتابه الصادر تحت عنوان زمن المعارك وحضره على الخصوص مستشار ساحب الجلالة السيد أندري أزولاي وسفير فرنسا بالمغرب السيد كخيستوف لوكورتي والعديد من الشخصيات المرموقة من عالم السياسة والديبلوماسية والاقتصاد والثقافة ساركوزي قال بالمناسبة إن فرنسا في عهده كانت في الطليعة فيما يتعلق بقضية الصحراء ولطالما اعتبر أنه لا يوجد سوى حل واحد ذي مصداقية وهو الحل الذي تقدم به المغرب الرئيس الفرنسي السابق أكد أنه مقتنع بمغربية الصحراء وهو الموقف الذي دفع عنه دائما موقف الانفتاح والتنمية معربا عن أمله في أن تتمكن أوروبا من بلوغ هذه الحقيقة تماما مثل ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ساركوزي أعرب بهذه المناسبة عن إعجابه الكبير بصاحب الجلالة الملك محمد السادس واصفا إياه بالرجل الاستثنائي وأحد القادة الكبار الحكماء والمتبصرين كما اعتبر أن قوة المغرب تكمن في ذكائه في التوفيق بين الهوية والحداثة موضحا أن الأمر يتعلق بدولة تحترم ثقافتها وتاريخها وتعانق الحداثة في الوقت نفسه وإذا كان هناك مكان تحتل فيه قضية الهوية مكانة مركزية فإنه هنا إنها دولة المغرب تمثل انفتاحا وليس انغلاقا وطنيا دائما كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن 13.2 مليون سائح توفدوا على المغرب خلال الشهور 11 الأولى من السنة الحالية مسجلين بذلك رقما قياسيا يفوق الرقم المسجل عام 19-2000 بأكملها والبالغ 12.9 مليون سائح وبالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية بلغت نسبة زيادة 36% وخلال شهر نومبر الماضي توافد حوالي مليون سائح على المغرب ما يمثل تطورا بنسبة 9% مقارنة بشهر نومبر لسنة الماضية وتدل هذه الدينامية الإيجابية على فعالية المبادرات التي يقوم بالمغرب على مستوى الترويج والنقل الجوي وكذا جاذبية البلاد المتزايدة باعتبارها إحدى الوجهات السياحية المفضلة على وسعيد آخر أشهد المجلس الوزري العربي لسياحة اليوم بالدوحة بالدور الذي تقوم بي وكالة بيت مال القدس تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القطاعات الاجتماعية الحيوية بالقدس الشريف جاء ذلك خلال اجتماع الدورة السادسة والعشرين للمجلس العربي للسياحة التي انعقدت بمدينة الدوحة بقطر والذي كان المغرب ممثلا فيه بسفير جلالة الملك بالدوحة محمد ستري ورحم المجلس الوزري العربي باستعداد المملكة المغربية استقبال الطلبة الفلسطينيين للاستفادة من التكوين في المجال السياحي بالمعاهد المغربية المتخصصة من الدوحة إلى مدينة طنجة المغربية حيث أكد وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أن جهة طنجة طوان الحسيمة مدعوة لكي تصبح قاطرة للابتكار الصناعي بالمغرب كما أبرز الوزير الدينبية الصناعية الملموسة التي تشهدها الجهة الرغد قابوري وباقي التفاصيل في خضم اجتماع تشاور مع الفعالين المحليين حول إعداد الاستراتيجيات الصناعية الجديدة أكد وزير الصناعة والتجارة رياد مزور أن جهة طنجة طوان الحسيمة مدعوة لكي تصبح قاطرة للابتكار الصناعي بالمغرب جهات الطنجة تدور الحسيمة تغرب عداد المؤهلات هي قاطرة بالنسبة للتنمية الصناعية في بلدنا وعندها مؤهلات التي ستمكنها لكي يكون المحرك الأساسي للعاد الجديد الصناعي ولكن هناك أيضا تفاوتات بين الأقاليين واليوم سنرى مع الشركاء لدينا ما هي الإمكانيات لكي نعطيه لكل إقليم وكل ناحية من هذه الجهة الفرص التنمية الصناعية التي تستحقها الاجتماع التشاور حول إعداد الاستراتيجية الصناعية الجديدة بجهة طنجة الثوان الحسيمة تميز بحضر العمال والكتاب العامين لعمالات وأقاليم الجهة ومسؤولين بمناطق الأنشطة الصناعية والاقتصادية بالجهة والغرف المهنية والمركز الجهوي للاستثمار وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية وفي موضوع منفصل انطلقت بإقليم وارززات عملية إعادة الإعمار بعد ززال الذي ضرب المنطقة وذلك تحت إشراف دقيق من السلطات المحلية مما خلف أجواء من التفاؤل والأمل بين ساكنة الدواوير المتضررة نتابع تقرير عبدالطب بنطال سكان دوار تقادير بوزين بدأوا في ترميم منازلهم ومنهم من يعيد البناء من الأساس مثل حال إبراهيم أحد متضرري زلزال الثامن شتنبر فبعد استكماله كافة الرخص شرع في بناء بيته بعد الاستفادة من الدفعتين الأولى ديال 2500 درهم والدفعة الأولى ديال 20 000 درهم ديال إعادة البناء للمنازل المتضررة من ززال الحمد لله رأي شرعنا في البناء هاي البقعة أمامكم كذبا لكم الحمد لله رابدين في بناء بداية الأشغال ديال بناء المنزل المتضرر جامعة التدلي بإقليم وارززات على غرار الجماعات الأخرى المتضررة تمكنت مجموعة من ساكنها من الشرع في بناء منازلها بفضل المساعدات المالية المقدمة لهم وتسهيل إجراءات البناء تم تسليم الرخص الخاصة بإعادة الإعمار للمواطنين وبدأوا حاليا في إعادة البناء وكما تبعتوها العملية هذه كتواكبها مجموعة من التدابير الأخرى من طرف المهندس المختص الذي قام بالتميم والمهندس الخاص بالخراسة المتضررة لكي تكون هذه البنائية هذه إن شاء الله التي تم إعادة الإعمار والبناء من طبق المعايير الخاصة بالبناء المستفيد مخصوش يلقى أي أدنى مشكل في عملية سحب الرخصة إلا ما قدرش يتبط الميلكية فهناك سلطات لكي تعطيشها هذا إدارية باش كي يكمل بها الميلف وياخد الرخصة ديالو بوحد السلاسة وبوحد السهولة والفرق مازال مستمر في الاشتغال بشكل يومي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية تقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن المنهارة كليا و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن المنهارة جزئيا في الخبر الدولي مشاهدين قال برنامج الأغذية العالمي إن أجزاء من السودان الذي تمزقه الحرب تتعرض لخطر الانزلاق إلى ظروف جوع كارثية بحلول مواسم العجاف العام المقبل إذا لم يتمكن البرنامج من توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الغذائية وتقديمها بانتظام للأشخاص المحاصرين في مناطق النزاع بما فيها الخرطوم ودارفور وكردوفان ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة عن تقرير للبرنامج جاء فيه أن السودان الذي كان يصف ذات يوم بأنه سلة الخبز المستقبلية لشرق إفريقيا بات يواجه أزمة جوع متفاقمة مع اقتراب الصراع المستعر في جميع أنحاء البلاد من شهره الثامن وأوضح البرنامج أن تحليلا جديدا للأمن الغذائي في السودان يظهر تسجيل أعلى مستويات الجوع المسجلة على الإطلاق خلال موسم الحصاد ما بين أكتوبر وفبراير وهي عادة فترة يتوفر فيها المزيد من الغذاء ونبه إلى أنه إذا لم تكن هناك زيادة كبيرة في المساعدات الغذائية بحلول موسم العجاب في ماي المقبل فقد تشهد بؤر الصراع الساخنة ظهور جوع كارثي والمعروف أيضا باسم المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في أخبار الكواليك الطبيعية خلف إعصار جاسبر الذي ضرب شمال شرق أستراليا عدة خسائر مادية بالمنطقة من جهته حذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالية من مواجهة إعصار آخر التفاصيل معك مريم الأحمر من هنا مر إعصار جاسبر مخلفا من ورائه خسائر مادية طالت البيوت والممرات والطرق إعصار أجبر ساكنة شمال شرق أستراليا على مغادرة بيوتهم خوفا من حدوث فيضانات مفاجئة قد تهدد حياتهم كنت في المنزل وكانت السماء تمتر بشدة أعتقد أن الجميع نجوا من هذا الإعصار وهذا هو أهم شيء إعصار جاسبر اجتحى مناطق أقصى شمال ولاية كيوزيلند وصنف كعاصفة من الفئة الثانية وفي آخر تصريح لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالية أفاد أنه من الممكن أن تشتد قوة هذه العاصفة مرة أخرى إلى قوة الإعصار ليحذر المكتب السكان في المناطق المتدررة من توقع هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة نعود مشاهدين إلى الخبر الوطني حيث انطلقت بقلمين فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية ويهدف هذا المعرض لإتاحة المجال للحرفيين لترويج منتجاتهم وتعريف بها وكذا تحفيز المواطنين على اقتناء منتجات الصناعة التقليدية التفاصيل معك سوكينة مسوية تحت شعار الحرف ترسيخ للهوية الوطنية ودعمة للتنمية المستدامة انطلقت بقلمين فعاليات المعرض الجهوي لصناعة التقليدية المنظم من قبل غرفة الصناعة التقليدية لجهة قلمين وادنون والرامي إلى تثمين منتجات الصناعة التقليدية بالجهة وكذا تحفيز المواطنين على اقتناء منتجات الصناعة التقليدية هذا المعرض الجهوي يمرت قريباً كل سنة في مدينة قلمين والغاية من الأهداف الغرفة هو ترويج لصانع تقليدية واحد المحل واحد المتنفس اللي يمكن يرواج المنتج دياله ويعرف المنتج دياله ويعرف بثقاليد والعادات والمنتج الإقليمي لجيها بمشاركتي بالقطع النسيج وتزين العرائس والحيناء وإن شاء الله كانت منها توفق إن شاء الله في المعارض الأخرى المعارض يعرف مشاركة حوالي ستين عارضا وعارضة من حرفيين وصناع وتعونيات وتجمعات حرفية يمثلون مختلف أقاليم الجهة وتضم أرويقة هذا المعرض العديد من المنتجات التقليدية منها نسيج الضرابي والزي السحراوي واللباس التقليدي عود مشاهدين إلى الرباط حيث تم تقديم كتاب محمد السادس رؤية ملك أعمال وطموحات لمؤلف الفرنسي السويسري الكاتب والأستاذ الجامعي جون ماري هايت وهو عمل يبرز دينامية التغيير التي أطلقت في مختلف المجالات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلاء جلالة عرش أسلافي الميامين رضوان مستقيم محمد السادس رؤية ملك أعمال وطموحات مؤلف للفرنسي السويسري الكاتب والأستاذ الجامعي جون ماري ايت عمل يبرز دينامية التغيير التي أطلقت في مختلف المجالات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين هنا برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أقدالة بحضور عدد من الأكاديميين والطلبة هذا الكتاب صدر بمناسبة التكرى العشرين لاحتلاء جلالة الملك العرش ويسلط الضوء على دور المغرب باعتباره رائضا إقليميا لا شك أن المغرب تطور على مدجيلين على الأقل وأصبح في غضون عقدين من الزمن مركزا للاهتمام الدولي جون ماري استعرض المحاور الكبرى التي تناولها كتابه والتي تعكس وجهة نظري حول مغرب اليوم سيما مختلف المشاريع والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأستاذ جون ماري إيدس لا طالما اهتم باقتفاء التطور الذي يعيشه المغرب في مختلف المجالات وهذا ما تعكسه مقالاته وأبحاته التي أبن فيها هذا التطور على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومن المرتقب أن يصدر السيد إيت عملا جديدا سنة 2024 حول التقدم المحرز في الأقاليم الجنوبية للمغرب وهو ثمرة أعمال بحثية تستمر إلى غاية الواحد والعشرين دجمبر الجاري ثقافية المشاهدين احتضنت أكاديمية المملكة المغربية بالرباط حدثا فريدا جمع بين الشعر الكرواتي والموسيقى الكلاسيكية بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية من داخل المغرب وخارجه ويتزامن تنظيم هذا اللقاء مع إدراج فن الملحون ضمن التراث الثقافية غير المادي لليونيسكو نتابع في كرواتيا كما في المغرب رافق الشعر التقلبات التاريخية كما اتخذ اليوم منعاطفا جديدا تميز باختيار مواضيع جديدة ولغة رمزية قريبة من السوريالية هذا ما أكده أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجلح جومري في كلمة خلال لقاء حل فيه الشعر الكرواتي والموسيقى الكلاسيكية ضيفا على الأكاديمية بحضور ثلث من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية من المغرب والخارج إنه لشرف عظيم لي أن يستقبلنا أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية داخل هذا الفضاء الرائع الذي أعطى للشعر الكرواتي والثقافة الكرواتية بصفة عامة قيمة كبيرة وأعتقد أن إقامة هذا الحدث الثقافي المرموق ليس إلا تأكيدا آخر للقيم المغربية الغنية بالتنوع والعيش المشترك والانفتاح على الثقافات العالمية وتعكس هذه الأمسية الثقافية أيضا إسهام أكاديمية المملكة المغربية في التعريف بالموروث الفكري والثقافي والفني للحضارات الإنسانية بمختلف أطيافها بهدف تشجيع وتنمية الإبداع الفني وفي الخبر الرياضي مشاهدين نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في مادة رئيسية على موقع على الانترنت تقريرا استرجاعيا حول المغامرات الاستثنائية لأسود الأطلس في مونديل قطر 2022 في مثل هذا اليوم من عام مضى كتب موقع الفيفا محتفيا بمصاري المنتخب المغربي الذي غادر المونديل بشرف المحارب بعد هزيمة في الدوري نصف نهائي أمام فرنسا يوم الرابع عشر دجمبر 2022 موقع الفيفا أعاد نشر التغريدة التي ودعت أسود الأطلس التغريدة تقول شكرا جزيلا للمغرب على هذه الرحلة الرائعة والتاريخية لقد جعلتم قارة بأكملها ترقص فرحا بل العالم رياضيا دائما وضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا تأهل باريسان جرمان الفرنسي ودورتموند الألماني إلى دوري الستة عشر بعد لقاء مثير انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله التفاصيل في تقرير خالد بادو باريسان جرمان الفرنسي وبورسيا دورتموند الألماني يعبران إلى دوري الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا بعد أن اقتسم الفريقان نقاط المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة في قمة كروية كان ملعب السيغنال دون بارك مصرحا لها أنا سعيد جدا بما قدمناه ليس في هذه المباراة فحسب بل طيلة المباراة الست في الحقيقة منذ البداية كنا نطمح أن نكون في المركز الأول لكن حتى الحصول على المركز الثاني وفي مجموعة قوية كهذه يبقى أمرا جيدا أبناء الدار كانوا سباقين للتسجيل بأقدم اللاعب كريم آدمي في حدود الدقيقة الثالثة والخمسين فرحة النادي الألماني بهذا التقدم لم تدم سوى ثلاث دقائق إذ سرعان ما نجح اللاعب إمري في تسجيل هدف التعادل للنادي الباريسي لا أحد كان يرهن على تآهل دورتموند من هذه المجموعة لكن في الأخير تأهلنا ونحن في صدارة المجموعة وهذا نجح كبير بالنسبة لنا لذلك نحن سعداء جدا نقطة تمينة حفظ بها دورتموند على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة في حين حل النادي الباريسي في المركز الثاني بثماني نقاط ليرافق النادي الألماني إلى الدور القادم مستفيدا من فوز الميلان على نيوكاسل الإنجليزي إلى هنا نصل مشاهدين إلى ختام هذه النشرة كالعدل المزيد من الأخبار زوروا مختلفة منصاتنا الإلكترونية إلى اللقاء